الكشر المصر هنعمله من غير كركابه كتير ومن غير معين كتير بقى والمعاول اللي انت عارفين هدي ومن غير ما تتعب خالص واقولك ازاي طلع معاكي من فلفل وطلع جميل جدا واحلى مليون مرة بتاع المحلات اول حاجة هنعملها خالص يعني عشان نعمل الكشري لازم ننقع العدس بالجبة ده حوالي ساعة في مية سخنة قبل ما نبدأ نعمل الكشري وطبعا لو مستعجلي مش عايزين ننقعه الساعة ممكن تخسليه على طول وتحطيه على النار خمس زي يغلي وقده برضه يديكي نفس النتيجة وهنا بقى دول ثلاث بصلات كبار او حسب الكميل اللي انت عايزة تعمليها هبدأ قطعها كده جوانح رفيعة وطبعا نخلي كل تقطيع البصل كله يكون نفس الحجم ونفس المقاس علشان يستوي كله مع بعضه ما يبقاش فيه واحدة تحرقت وواحدة لسه قلبها طريق وبعد ما خلص كل البصل هبدأ ارش عليه حوالي نص معلقة كده من الملح وكمان معلقتين كبار من النشا ومعلقة كبيرة من الدقيق وابدأ بقى قلب البصل وغلفه كده بالدقيق والنشا علشان يطلع معيه مقرمش وكويس وهسيبه حوالي دقيقتين كده بس يريده بيبدأ البصل يمتص كمية الدقيق اللي عليه علشان الدقيق والنشا يبدأ ولزقه على البصل لكن مش هنسبه اكتر من كده علشان هيبدأ يلزق كله ويبقى كتلة واحدة وهنا بقى احطها حوالي كباية كبيرة كده من الزيت علشان الزيت ده احنا هنستخدمه في الكشر كله يعني كل كمية الزيت اللي هنستخدمها في الكشر هنحطها للبصل ونحمر فيها علشان تبقى كلها بتعم البصل هبدأ بقى اوزع كده فيها البصل طبعا مش هنحط كمية كبيرة هبدأ افرد كده البصل علشان يطلع معيه مقرمش وحالو وهنقلب البصل وطبعا النار تكون متوسطة ما تكونش عالية علشان بيتحرق بسرعة جدا وطبعا الجوانب بتتحمر بسرعة فهنقلبها كده في النص ونفرد البصل تاني وطبعا ايدنا فيه على طول والنار تكون متوسطة علشان ما يتحرقش بسرعة البصل طالع معيه مقرمش خالص زي ما انت شايفين سمعين صوته كده خلاص بقى كملت كل الكمية وبعدين خط الزيت بتاع البصل هبدأ بقى اعمل منه الكشري كله حطيت شواء كده في الحل اللي هعمل فيها الكشري وكمان حطيت كباية من الشعرية وهقلبها لحد بتاخده لون الدهبي وهنا بقى صفت العدس من المية اللي عليه وبعدين هنزل كده على الشعرية وهدوله تشويحة وانا مجاهزة كباية من الرزة غسلتها كويس وصفتها من المية وهنزل بها العدس والشعرية وديها تشويحة برضو وهنا بقى هحط حوالي ربع كيلو من المقارنة النعمة اللي انو شايفينها دي ما تكون نعمة بتدي شكل حلو وبتبقى حلوة قوي في الكشري فانا هنا هحط ربع كيلو انتم ممكن تضعف الكمية وبعدين بقى هجيب المقارنة اللي ازباكتتي يعني الكمية اللي هتعملها برضو ده حوالي ازيب من ربع كيلو شوية هقصرها كده لتلات اجزاء كده خلاص المقارنة بقى الجاهزة معايا دلوقت بقى هحطها على الكشر بتاعي وطبعا بقى كمية المية مش هنغطوا كل كمية الكشرة بالمية علشان ما يطلعش معايا معجن او المية بتاعته كتيرة فطبعا هنحط الكمية كده يدوب تغطي المقارنة النعمة والعدس والحاجات اللي هي تحت دي لكن المقارنة اللي ازباكتتي ما نغطهاش هتحط بقى كمية الملح المناسبة اني انا حطيت نص معلقة كبيرة على قد الكمية اللي انا عايزاها وبقى هنغطى عليه ونهد النار نخليها متوسطة علشان ما يبدأش يتحرق من تحت ويبقى معايا جميل جدا ومنفلفل وهنا بقى جبت الحالة اللي هعمل فيها الصلصة حطيت فيها شوية برضو من زيت البصل ونزلت عليها بنص معلقة من التوم المهروس وهدها بس تشويحها مش هندي لون للتم خالص علشان ما يبقاش حامي ويتعب المعدة فهنخلي اللون التوم يكون ابيض مش دهبي لان لو اخد اللون الدهبي بقى حامي جدا وكمان بيتعب المعدة وده كلو من الطماطم طبعا ممكن تزوده او بتقليلي حسب ما انت حبه او حسب السمك بتاعه اللي انت بتحبه وكمان ممكن تحط كلو الطماطم وتزودين معلقتين من الصلصة لو حبه القوم يكون تقيل ويكون لونها احمر اكتر فهنزود السلصة لو حبه وبعدين حطت هنا شوية من الملح وكمان نص معلقة من الفلفل اللي اسود ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من القزبارة الناشفة طبعا احنا مش هنحط شطة لان احنا هنعمل شطة لوحدها فاللي عايز يحط شطة بيحط بقى برحته هقلبها كده واسيبها على نارها دي بقى لحد ما القوم بتاعي تقيل خالص وكده خلاص الصلصة بقى الجهزة معايا طبعا بقى انت لو حبت زودها شوية اطماء وتخفيفها شوية حطت لها شوية واسيبها تغلي بقى شوية ديئتين بس كده وخلاص وتدفع عليها وانا بقى اخد شوية من الصلصة اللي عملناها وهي سخنة كده وهنزل عليها بنص معلقة من الشطة انا عند الشطة حمية جدا فانا هحط نص معلقة بس صغيرة من الشطة طبعا لو الشطة تكون عندك بردة شوية او مش حرة قوي فهنحط بقى شوية اكتر من الشطة يعني حوالي معلقة كده صغيرة او اكتر حسب ما انت حبه طبعا وحسب زوءك انت وكمان هحط عليها حوالي معلقتين كباركد من الزيت وهقلبها كويس وبعدين اغطيها وطبعا اغطيها يا سخنة كده بتبدأ بقى الشطة بتاعتنا بيحصل زي اختمر كده وبتطلع الشطة بتاعتنا حرة جدا وكمان القوم بتاعها هيتقل ولونها كمان هيتغير وبقى غامق دقيقة الكشرة حط التاس على النار وفيها معلقة كبيرة كده من الزيت وهنزل عليها بنص معلقة كبيرة من التوم المهروس وطبعا التوم برضو هنديله تشوية حلاكة مش هنديله لون خالص لان لو ادينا له لون بيكون روحته زي التقلية كده او ريحته زهرة قوي فبتخلي الكشرة بتاعنا يكون حامى قوي او ريحته صعبة قوي هنا حطيت نص كباية خل وكمان حطيت عليها كباية من المية وهحط لها نص معلقة صغيرة كده من الملح وكمان نص معلقة من الكمون ونص معلقة كسبرة نشفة ورشة بسيطة جدا من الشطة مش هنقطر وكمان هحط لها عصير نص لامونة وهتغل بس دقيقة واحدة وهدفع لها النار وكده بتكون الدقة بتاعتنا جزة وده شكل الكشرة بعد ما استوبت معنا بالشكل ده نفلفل جدا وكمان مزبوط خالص وكده الكشرة بتاعنا بيكون جاهز نبدأ نغرف شوية بقى وهنحط عليه شوية من الصلصة وكمان حاجة بسيطة خلص من الشطة طبعا بقى بنزود حسب ما بنحب او بنقلل كل واحد حسب ما بيحب حاجة زودها كده خلاص بقى نحط شوية كده من الدقة وكمان شوية من البصل وبكده طبق الكشر بتاعنا بيكون جاهز ومشاء الله طعم وريحة مشاء الله جميل جدا ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وكمان لو اول مرة اشوفوا القناة انزلوا اسفل الفيديو واشتركوا فيها